تتوالى مفاوضات ترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية واشراف أممي فصولا ومواعيد وما تزال شقة الخلاف واسعة بين المواقف الأولية إسرائيل طرحت خارطة تطالب بترسيم الحدود شمال المنطقة المتنازعة عليها ولبنان عرض خارطة تطالب بترسيمها جنوب تلك المنطقة ما يجعل الخلاف أكبر من 860 كم مربعا خلافا للخرائط التي قدمت للأمم المتحدة عام 2011 محادثات خيمة النقورة التي بادت مطالبة باتفاق على منطقة الخلاف أولا ستتواصل لأسابيع مقبلة سيتضح في خلالها إن كانت الموارد الطبيعية في باطن المنطقة المتنازع عليها والمقدرة بمليارات الدولارات لكل دولة كافية لجسر الهوى فيما تبقى الخلافات على 13 نقطة في الحدود البرية قائمة أيضا والمفارقة أنه بالتوازي مع مفاوضات النقورة لترسيم الحدود اختتمت إسرائيل أياما من المنورات العسكرية التي تحاكي حربا مع حزب الله المنورات واسعة النطاق شملت الجو والبحر والبر وحاكت قتالا داخل قرى لبنانية في المنطقة الحدودية وتأتي وسط صنفار عسكري منذ ثلاثة أشهر على حدود لبنان حيث تخشى إسرائيل من اندلاع حرب بفعل عملية حدودية لحزب الله أو إن أقدمت هي على استهداف ما تدعي بأنه معامل لتحسين دقة الصواريخ داخل لبنان زياد حلبي الحدث النقورة